اهلا وسهلا فيك انا اسمي انتصار من وين انتصار شو؟ امركان انا اردنية بس لايشتك مو اردنية مواليد بخداد انا اهلا وسهلا فيك اش اصلك بالاردن بالاردن صلي شهر ونص او شهرين كيف اردنية وكيف صلك شهر ونص اردنية انا كنت هون قبل 17 سنة بعدين انا اروحت عالسويد 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 ايشا مره طبعا ليش مره؟ لان عندي ولد وولد مشبار بوالدي مشبار؟ عندي ولد وحيد؟ ومشبار؟ نا ما بيسأل عني؟ ما بيسأل عني هو مش راضي علي لان انا متخلبة بالنسبة له فبلغ علي وترحلت عن طريق لحظة 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 هذا كلام كبير لا هذا كلام حقيقي كبير كبير يعني انتي عندك ابن وحيد ورحتنا عنده على السويد انا اللي طلعته على السويد انا سويت اوراقه وهذا وطلعته بعدين طلعت السنة 18 سنة صار حر تركني ورحت اتجوز وهذا عنده اولاد طبعا كم عمره الآن؟ الآن عمره بالثلاثينات ثلاثين طيب كيف بلغ عنك وكيف قال انه انتي متخلفة؟ لان انا ما عندي اقامة دائمية اشتغلت عنده بالشركة؟ عنده شركة؟ شركة كبيرة سالينياب فور فورتاك فورتاك بناء الحديد شركة كبيرة لبيع الحديد؟ اه اه وانتي الان بالاردن وقفت بيعي السبيح بالشارع؟ كويس الحمدلله ولقيت شغله اه صلي شهر ونص اول ما اجيت مسكني البوليس وواجهت كثير مشاكل لان جاية ترحيل عن طريق البوليس لحظة لحظة انا ما بدي النط على الاردن خلينا نضل بالسويد لما رحت لعنده على السويد اعتبرك متخلفة بهذا اللفظ؟ اكتر من هذا يعني صار يحكيلي دم 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 يعني ماما دم يعني ماما غبية يعني انا على نياتي وشوية مريضة انا عندي يعني انتي بتيبك العربي الاسلامي ما عجبتي؟ لا ابني من الناح اللي كله تتو ومي امن باشي هو ويعني مش حياتي انا ضليتني امشي هناك فترة اقامة ما عندي ومن مكان اشتغل بالاسود واشتغل شو الاسود؟ دي لتيز يعني موش دوام كامل دوام باليوم ساعتين اربع ساعات كم ضليتي بالسويد؟ قرب 16-17 سنة ضليتني انا بالسويد كله بدون اقامة وما طلع لي ايشي وكنت ادفع ثكات وبالاخير بسكني البوليس ابني بلغ علي لاني انا مريضة اوقع فهو على اساس يخاف علي شايف وجهي من الوقعات يغم علي بسكني البوليس حجزوني خمس شهور هذا قبل شهر انا الحكي انحجزت انا خمس شهور في غرفة مغلقة السرير بس ياخذوني على اكيوت الاكيوت اللي هو الطوارئ يسموه اكيوت يضغطوني اوبر اوبر ما عرفوا ضغط ضغط براسي باذني في شي يعني ضايع بالموضوع انتي ام ايش؟ امركان انتي من وين اجتك الجنسية الاردنية وانتي عراقية انتي مولودة هون؟ لا انا مش مولودة انا كان جوزي من هون اه وعندك ولد واحد وين جوزك؟ جوزي الله يرحمه اضطررت وتجوز هناك وفتح شركة صح؟ اتجوز ثلاث مرات ثلاث مرات تزوج؟ سويديات بعدين انت جيتي الاردن ليش خليتي خيارك الاردن؟ لاني جنسية هون انتي جنسية الاردنية لما جيتي الهون في حد استقبلك؟ جيت عن طريق البوليس مرحلة مرحلة عن طريق مرحلة ترحيل من السويد الى الاردن؟ حبيبتي عم بحكيلك محجوزة خمس شهور انا في مكان بحجة الطب المكان في يوتوبوري اوفرور محجوزة فيه في غرفة اربع شهور خمس شهور انا نايمة فقط الله والمصحف الشريف نايمة على السرير انا بلا مؤاخذة انت من الثقافة ومن اللغة اللي بتحكي فيها لا يعني عفن منك ابنك غلطان انت مو متخلصة هو يعتبرني هيك وهما هناك هيك اعتبرونين اللي حولواي متخلصة؟ اه 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 هل رحلوك الى الاردن؟ ابني اللي بلغ عليك وبلغ عليك والامجي ابني ابعث البوليس عليك طيب بعد خمس شهور من بقائك في يوتوبوري يوتوبوري منطقة بشمال السويد منطقة حجز حجز للنساء فقط هذه المنطقة هي مجرد غرفة غرفة فيها سرير وتكنولوجيا كثير بيقضوني على الاكيوت اللي هو مستشفى الطوارق في الليل يضربوني ابر يضربوني الضغط يعودوا يرجعوني على الغرفة بوليس كل مكان محجوز بوليس طيب بعدين جيت الى الاردن مش اخار لما جيت الى الاردن شو صار؟ بعدين رحلون عن طريق البوليسي جيت هون في المطار هون شكوا في اوراقي مسكني البوليس هون في الاردن طيب بعدين؟ مسكني يوميا بس البوليس رحمة من رب العالمين ساعدني كتير ساعدني طبعا لا كتير ساعدني موش بجامل ساعدني وبالاخير اخذني سوالي كف طلب انو انا مش مطلوبة لا اشي في الاردن واللي اطلعت جوازات عملت الباسفور الاردني وهوية ودفتر عيلة طلعوني بتاكسي وطبعا انا جاي بقواعي بانطرون وشاكيت شكاي هلأ انتي ما عندك ملابس اخرى؟ انا لا اشتريت من هون انا جيت بالبنطرون وجيت بشاكيت خمس شهور انا فيهم هناك انا جيت بهم هون بعدين البوليس اخذ لي تاكسي واخذ رقم التاكسي قل له وديها وين ما بدها الاقرب فندق رحت بفندق انتي عندك مال؟ في مصاري؟ انا جيت بحكيلك يا حبيبتي والمصحفي الشريفي جيت مش حاطيني ااخد اواعية طب وين عم تنام الان؟ انام بالفندق هون اسمه داون وشاي الدخلة وين عم تدفعي؟ الفندق قال لي جزاء الله خير قال لي ابقي هون لغاية ما تدبرين امورك طب اقارب اهل جوزك وين هون؟ ما عندي اهل جوزك ما عندي ما اتصلت فيهم انا اتصل معارفي وين بهذا الحال مستحيلة يعني كيف لقيت هاي الصنعة ان تصنعي وتبيعها؟ واحدة من وين بتجي بيها هون؟ واحدة اول ايش جبتي ست سبح حاطس مشيت فيهم كان يشفوني الناس جاي لسه جديد وجه مجرح من الوقعات بيعطوني بيوغضوا بيعطوني ورحت اشتريت فيهم ورجعت وبعدين الناس الخير كثير هون ساعدوني وبعدين خلاص اصلي شهرين هون انا جيت يوم واحد وعشرين شهر الماضي هلا انتي مثلا ما تفكر لقدام ايش ممكن تعملي وجودك بالفندق دائم؟ لا لا ما في شي دائم بالنسبة الي يعني ابني هو كان مج دائم للي الامان البلد ظليت فيها 16 سنة مواليد بغداد جيت هون ما اعرف عم بحيش ساعب ساعيتها يوم بيومه يعني الان انتي وجدت انه الاردن هي افضل خيار؟ اه اه شعب الاردني يعني كثير حنين كثير عم بيساعدني مخوة شهامة مساعدة كله يتبروا يتفين يتبروا الله برشونا دوك كل الناس هون لطفاء لطفاء الحمد الله رب العالم الحمد الله ما بيعرفوني والله ما بيساعدين لا الله سنل هنا سنل لطفاء معايا حتى النيساء لطفاء معايا اندى ماجت بسرعة هون بهاي المنطقة احنا الان في وسط البلد وانحنا الان في شهر رمضان الكريم وانت عب تبيع مسابيح وان شاء الله انه رب العالمين ما بيساكي ان شاء الله طيب انت رسالة رسالة اخيرة لمن بتوجهيها؟ رسالة اخيرة لكل الشباب لكل الشباب يحفو على امهم الجنة تحت اقدام الامهات حتى لو كانت هي عاطلة ومهما تكون الام عاطلة اذا ابنها مهما كان مجرم سفاحية امه بتحبوه مهما يعمل فيها ما حكيت على ابني انا ابني بحبوه بقلبي هون 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 ورغم كل شيء الله يهدي امراتيان الله يهديه يهديه لنفسه الله يهديه لنفسه لأولاده لها اه بس هذا كل اللي احبه اوجهه هذا اللي احبه بس بدي اعيش لبكرة بدي الصحة ودي العافية و بدي الستر بدي مكان بس استقر هذا يستقر راسي يستقر هون طبقات طبقات بأخذ علاج من جابوني بس بحثوا معي علاج كيلو كيلو وين ادوية لهلا معايا و معايا حتى شوركوت اللي بالمعنى رخصة اسواقه سويدية هايها حملها معايا ممكن اشوفها اه ممكن تشوفيها و عندي كل الاوراق حوالي 100 ورقة معايا تثبت انا حكي انا صادقة بحكي تفضلي هذي اولا هاي هويتي اللي طلعتها ساعدوني هون الدول الاردنية وعطوني الهوية الاردنية انا بدي اشوف السويدية وهي سويدي هادا شورت كورت فور اه اه خطون اوشن خطون اوشن 17 سنة وماشي لسه 10 سنين لقدام طب ممتاز ممتاز انا بتشكرت افوان وبتمنى عليك ان شاء الله كل خير الله يسلمك شكرا جزيلا شكرا افوان حبيبتي افوان